موسيقى الحمد لله المقصود بيته من كل فج عميق وصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد أفضل من حج واعتمر وطاف بالبيت العتيق حضرات المشاهدين الأكارم وضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحدثنا الأسبوع المنقضي حول الإحرام وقلنا إن الإحرام يعني الدخول في مناسك الحج والعمرة بالنية وهذه النية تكون مقترنة بفعل أو بقول كالتلبية مثلاً اللي يلزم تكون بعد الدخول في مناسك الحج والعمرة والتلبية حجاج بيت الله الحرام يعني أنك تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ثم قلنا إن الإحرام هو أن يقول الإنسان لبيك اللهم بحج أو أن يقول لبيك اللهم بحج وعمرة أو أن يقول لبيك اللهم بحج وعمرة إذا كان هو بشي حج بالإفراد يعني أنه سيقدم الحج على العمرة فيقول لبيك اللهم بحج وإذا كان هو بشي حج بالتمتع فيقول لبيك اللهم بعمرة متمتع بها إلى الحج وإذا كان بشي حج بالقران فإنه يقول لبيك اللهم بحج وعمرة إذا كان هو نوى الحج بالإفراد فليس عليه هدي وإذا كان نوى الحج بالتمتع أو بالقران فإنه عليه هدي وقلنا وأن الإنسان اللي هو ناوي الحج بالتمتع يعني يدخل مباشرة في مناسك العمرة فالطواف اللي بشي يقوم به بعد عملية الإحرام يسمى طواف العمرة ثم بعد هذا الطواف وبعد أن يصلي ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام يذهب مباشرة إلى ماء زمزم حيث يرتوي بهذا الماء المبارك وهذا الماء لقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له ثم بعد ذلك وبعد أن يأخذ نصيبا من الراحة يذهب إلى المسعى أين سيقوم بعملية السعي بين الصفاء والمروة وبالنسبة للمتمتع هذا السعي هذا يكون سعي العمرة كما الطواف هذا هو طواف العمرة وبانتهاء السعي يتحلل المتمتع معنى ذلك أنه قام بمناسك العمرة ويبقى متحللا إلى غاية يوم الثامن منذ الحجة يعني يوم التروية اللي الحاج يحرم يوم التروية يعني الحج ويذهب مباشرة إلى ميناء بشبات في ميناء ثم صبيحة يوم التاسع منذ الحجة يذهب إلى جبل عرفة وإذا خاف الإنسان ربما يفوت على نفسه التواجد على جبل عرفة يوم عرفة فإنه يذهب مباشرة يوم التروية إلى جبل عرفة على أن الأفضل هو الإتيان بالسنة وقيل هو أمر واجب وهو المبيت بميناء مع القدرة والإمكان وإذا تعذر هذا الأمر فإن الأولى والأفضل لأن المشهور تأقوال سيداتنا العلماء يقولوا أن المبيت بميناء يوم التروية يعني ليلة عرفات هو أمر مستحب فلا نفوت على أنفسنا الوقفة الواجبة اللي هي من الظهر إلى قبل غروب شمس يوم عرفة هذه كوقفة واجبة والوقفة الرقن اللي هي تمتد من غروب شمس يوم عرفة يعني يوم التاسع من ذي الحجة إلى غاية طلوع فجر يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة أما بالنسبة للي بشي حج بالإفراد أو بالقران فسرناش معناها هذيا فإنه ينوي الدخول في مناسك الحج مباشرة بعد الإحرام والطواف متاعه اللي بش يقوم به هو طواف القدوم وحكينا على طواف القدوم ولباس بش نذكروا وخياننا وآبائنا وأمهاتنا الحجيج وضيوف الرحمن بأن الطواف ذي كما قال سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه قال الطواف صلاة فتنطبق على الطواف نفس الشروط التي تنطبق على الصلاة فالإنسان يزم يكون على وضوء قبل الشروع في عملية الطواف لا يجوز الطواف حول البيت بش يعمل الإنسانك السبع أشواط حول البيت في أي نوع من أنواع الطواف سواء كان طواف العمرة أو طواف القدوم أو طواف الإفاظة أو طواف التطوع أو طواف الوداع يلزم كل طواف يكون الإنسان فيه على وضوء ويتأكد من أنه على وضوء قبل أن يشرع في عملية الطواف إذا كان الإنسان ودخل الطواف على وضوء لكنه في شوط من الأشواط السبعة انتقض وضوءه مثلا هو في الشوط الرابع أو في الشوط الخامس وأحيانا تلقى ناس حتى في الشوط السابع قريب يكمل الأشواط وينتهي ويكون تعب ينتقض عليه الوضوء قبل الانتهاء من الأشواط السبعة لنها شيء يعمل لنها هناك قول فسادتنا العلماء يعني يقولوه السادة المالكية والسادة الشافعية والحنابلة كذلك يقولك يعني يعيد الطواف إذا كان ينقض عليه الوضوء في شوط من الأشواط السبعة قبل أن يكمل الطواف متاعه هو ينقض عليه الوضوء يمشي عاود يتوضى وجوبا ويعيد طوافه كما الإنسان الذي هو يصلي وأثناء الصلاة ينقض عليه الوضوء فهناه واجب عليه يمشي عاود يتوضى من جديد ويعيد صلاته وجوبا كذلك الطواف يمشي عاود يتوضى ويبدأ ويشرع في الطواف من الأول وكأنه لم يأتي بطواف يعاود الطواف من له الجديد وهناك قول فيه رحمة زادة كذلك بالنسبة للسادة الأحناف الإمام أبو حنيفة يقول وأن الإنسان إذا كان هو أثناء الطواف متاعه انتقض عليه الوضوء فيشوف البلاسة اللي انتقض عليه الوضوء فيها يجمرها البلاسة ذيك ويمشي وجوبا يتوضى يعني عاود يتوضى ويبدأ ملك البلاسة ذيك اللي انقض عليه الوضوء فيها ويعني يواصلوا يعني يبني ولا يعيد طوافه من جديد وإنما يبني إذا كان هو أخلط للشوت الثالث وانقض عليه الوضوء يتوضى ويعاود يرجع من الشوت الثالث إذا كان هو من الشوت السابع كذلك يعيد من المكان اللي انقض عليه الوضوء فيه ويتمم طوافه وهذا فيه رحمة خاصة لآبائنا المسنين وللكبار ولتلقاهم عاجزين تلقاهم مرضى تلقاهم بالسيف ما يكمل كالطواف متاعه فكالزحمة هذه وقض عليه الوضوء لنا يعاود يتوضى ويمشي يتمم طوافه ولا يعيده من الأول وبالنسبة للأصحة اللي هو لباس عليه وكذا ما فيها باس إذا كان حب يمشي بالمذهب المالكي أو بالمذهب الشافي أو بالمذهب الحنبلي يعيد طوافه من جديد بعد أن يجدد وضوءه والإنسان اللي هو تاعب يجم يمشي على مقتضى المذهب الحنفي من أنه يبني يعني يعيد وضوءه ويتم طوافه ولا يعيده من الأول وذا فيها رحمة ومن قلد عالما لقي الله سالما الشرط الثاني لصحة طواف الطواف هذا هو أن يضع الإنسان البيت على يساره يعني يحط البيت على يساره ويبدأ يطوف كذلك من شروط صحة الطواف هو أن يكون سبع أشواط نشوف بعض الحجيش كي يعود يطوف يعمل أربع خمسة أشواط ويقول لك أنا تعبت وكذا وفي البركة ويكفي هذا ورب يتقبل مني وإنما الأعمال بالنيات لا نعم إنما الأعمال بالنيات بالنيات كما قال سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه لكن هناك يعني ضوابط هناك أمور يعني أحكام النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم وهذا في الحج قالوا يعني انحجوا كما حج النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أمر توقيفي يعني ينبغي علينا أن نقف عند عبادة النبي عليه الصلاة والسلام من زيدوش عليها ومن نقصوش منها كذلك خاصة في الأمور الواجبة تقولوا كان جاءت حاجة مستحبة حاجة يعني الأولى أن يجيبها الإنسان وإذا كما جبهاش ما الضرش العبادة هذه كما الضرش الحج لأن المستحب يجوز تركه كذلك فالحاجة هذه هي من شروط صحة الطواف فلا يصح الطواف إلا أن يكون سبعة أشواط كذلك من شروط صحة الطواف أن الإنسان يجيب السبعة أشواط في جرة بعضهم وهو ما يعبر عنه بالموالات يعني في جرة بعضها يجيب الشوطين ولا شوط يقعد يتحدث ما صاحبه شاف إنسان يعرفه شافه يحج في البلاسة هذهك ويطوف قادوا يتحدثوا شنو الأحوال شنو كذا لا وترك الطواف لأنها ما جابش الموالات الموالات يعني هو في عبادة يجب أن نشعر أننا في عبادة بعد ما تكمل العبادة متاعك لك أن تتحدث معه يعني أخيك المسلم ولك أن تأخذ نصيب من الراحة لكن أثناء العبادة عيش في جو العبادة وأنت ضيف من ضيوف الرحمة سبحانه وتعالى واستشعر بقدسية المكان هذاك المبارك اللي انت فيه وادهي ربي سبحانه وتعالى وألح عليه في الدعاء فهو مكان إجابة الدعوات نشوفوا ناس يهود يطوف ويتحدث في حديث معناها ما صاحبه خارج عن العبادة خارج عن مناسك الحج خارج عن جو هكالعبادة هذك وهذا يموش به فالإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الطواف صلاة فيكون الإنسان خاشا وهو يطوف حول البيت ويشعر بالكرامة الإلهية لرب سبحانه وتعالى أعطاه فرصة للتواجد في أفضل مكان وهو مكان إجابة الدعوات فيستغل الحاج أو المعتمر كل لحظة من لحظات تواجده بالبقاء المقدسة للاكثار من الدعاء وللابتهاء لله تبارك وتعالى ولشكر مولاه عز وجل وحمده والثناء عليه بأن أقدره ووفقه ويسر له سبل الوصول إلى ذلك المكان الطاهر المبارك فالأمر هذية هو أمر هام وهام جدا يعني قضية الموالات يقول القائل وقتين يقوله الموالات يعني الأشوات في جرة بعضها إذا كان الإنسان مثلا هو أثناء الطواف وتعب هو مريض أو معناها يعني صحيح هو لبس عليه لكنه هو تعب شعر نوع من الدوخة ما يجبش يكمل الطواف بتاعه هل له أن يأخذ نصيبا من الراحة أم لا وقلت أنه رأوا الموالات مطلوبة في كون الأشوات يزمها تكون في جرة بعضها نعم الموالات مطلوبة وهي واجبة وهي شرط من شروط صحة الطواف فما خمسة شروط يزمها تكون متوفرة منها الموالات لكن ذلك مع القدرة والإمكان أما الإنسان الذي كان هو شعر بنوع من العجز ونوع من الفتور والتعب والإعياء وأراد أن يأخذ نصيبا من الراحة عمل ثلاثة أشوات أو أربع أشوات وتعب قلبه وليدق برشة شعر بنوع من الدوران الغثيان يعني بدأ يدوخ ويعني ما يجمشي كما ليواصل أو هو عفان الله وإياكم ريز بالسكري وطاح للسكر يعني حبي أخو نصيب من الراحة نعم يعني يتنح قليلا يتكى على جنب ويرتاح يعني يجم يرتاح درجين درج اربعة ساعة أو حتى أكثر يحافظ على الوضوء متاعه يكون متوذي ويأخو نصيب من الراحة ولنه هو في عفو الله تبارك وتعالى إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبعد مخذى نصيب من الراحة وربما استعمل دواءه وربما أكلها يعني شيئا قد يرجع إليه مؤهلاته البدنية يجم يأكل فكل فترة اللي ارتاح فيها لنه بعد ما يرتاح لنه يجم يواصل الطوافة متاعه وطوافه صحيح بحول الله تعالى يسيدي بعد ما قام بهالطوافة ذيه هو إما طواف القدوم بالنسبة للحاج بالإفراد أو بالقيران أو بطواف العمرة بالنسبة للمتمتة لهنها شنولي بشعم لهنها بشمشي مباشرة إلى مقام سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صدق الله العظيم وفي رواية حفص عن عاصم واتخذوا أمر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صدق الله العظيم فيصلي ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم ولنه يكون ديمة محافظ على وضوئه لأنه يقف خلف مقام سيدنا إبراهيم إذا كان هو قادر إذا كان فما زحمة كبيرة أم إذا كان فما زحمة وأيام الحج ومتوقع ومنتظر أن المكان ذاك يكون فيها زحمة كبيرة ياسم فأي مكان من الحرم تكون مستقبل فيه مقام سيدنا إبراهيم يعني الكعبة فتكون في حكم أنك تصلي مباشرة خلف مقام إبراهيم عليه السلام وأي مكان من الحرم ما فيه الزحمة فأنت في مقام إبراهيم عليه السلام ولا ردبان راه الصلاة خلف مقام إبراهيم هي واجبة ركعتين ثم ركعتين طواف السماو واجبين أما تجيبه مباشرة خلف مقام سيدنا إبراهيم هذا من المستحبات بمعنى أنك تجيبه الواجبة ذايا والصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم في أي مكان من الحرم هذا هو الواجب أما مباشرة خلف المقام هذا أمر مستحب وإذا كان قيامنا بالأمر المستحب سيلحق الضرر بإخواننا الحجيج دزني ودزك وكذا بشلق مكان فميك فالإضرار بالحجيج أنك ضر سأساء واحد يدز بمرفقه ولا فمنها لا يدز هكاية وكذا هذا كحرام فلا نقوم بحرام من أجل الإتيام بمستحب ولنا يولي المستحب في ترك المستحب المستحب يولي في ترك المستحب فلا نقوم بحرام وإذاية الطائفين إذاية المسلمين ضيوف الرحمن في سبيل الإتيام بمستحب وهذا ما يفعله الكثير لا أريد أن أقول الجهلة لا أريد أن أصف المسلمين بالجهلة وإنما هم يقومون بذلك بحكم الاندفاع و يعني قلة الوعي قلة الوعي ربما قد تدفعهم إلى ذلك وحماسهم وشوقهم إلى الصلاة في كل مقام هذاك يخليهم لما أحنا اللي نكونوا عنا ثقافة إسلامية ثقافة فقهية هكو نعرف وقتهاش نصليه خلف مقام إبراهيم مباشرة إذا كان قادرين على ذلك وإذا كان من أجموش نصليه فميك أو بش نضر بالناس إذا كان بش نصليه فميك أنا بش نجيبه المستحب هذا يولي الأولى والأفضل والمستحب هو أن نصلي الركعتين هذوما اليوم واجبين بعد الطواف نصليهم في أي مكان من الحرم الركعة الأولى بعد الفاتحة تقرأ صورة الإخلاص وهذا على وجه الاستحباب والركعة الثانية بعد الفاتحة تقرأ صورة الكافرون وهذا على وجه الاستحباب إذا كان الإنسان ما يحفظش صورة الكافرون يجب يقرأ أي صورة أخرى من كتاب الله تعالى أي آية أخرى تكفيه أو حتى أن يكتفي بقراءة الفاتحة فهذا أمر يعني في متناول الناس اللي هما ما يحفظش القرآن يعني الإنسان يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام هذا هو أمر واجب هو الاتيام بالركعتين وفي أي مكان من الحرم هو أمر مستحب ثم بعد ما صلى الركعتين هذوما أش بش يعمل الحاج بش يمشي إلى ماء زمزم ليرتوي بهذا الماء المبارك بهذا الماء اللي قال فيه سيد الخلق محمد صلى الله وسلم عليه ماء زمزم لما شرب له يعني إنوي قبل ما تشرب إنوي شفاء لك وكذلك لأبنائك ولإخوانك ولأبويك ولأصدقائك ولجيرانك ولا ننسى العصات والمنحرفين نتفكرهم هما بصفة أخص في ذلك المكان الطاهر المبارك لندعو لهم بالهداية اللي كما أردناها لأنفسنا نريدها كذلك لهم ولغيرنا من الناس ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فكما أردنا لأنفسنا الهداية نريدها كذلك لغيرنا فقبل أن نشرب ماء زمزم ننوي الهداية للجميع وننوي الشفاء للجميع وننوي النصر والتمكين للجميع وننوي لبلادنا الخير العميم وننوي لبلادنا كذلك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام ونشرب ماء زمزم ونرتوي به ماء زمزم المبارك ثم بعدما نأخذ نصيبنا الراحة نذهب للمسعى يعني للمكان الذي سيقع فيه الركن الثاني من أركان الحج بعد الإحرام اللي هو الركن الأول الركن الثاني هو السعي بين الصفاء والمروة أو نقوم بالسعي بين الصفاء والمروة بالنسبة للمتمتع اللي أعمل طواف العمرة بش يكمل السعي وتنتهي عمرته وإن شاء الله بحول الله تعالى حجاجنا الميمين وضيوف الرحمن في الحلقة القادمة سنتحدث عن هذا الركن العظيم وهو السعي بين الصفاء والمروة الذي يذكرنا بإبراهيم الخليل حيث ترك السيدة هاجر في كل مكان هذاك وكان صحراء قاحلة لا ماء فيها ولا أسباب الحياة وبقيت تهرول في ذلك المكان بين الصفاء والمروة بين جبالين وتلوج على الماء والرذيع امتاحها سيدنا اسماعيل عليه السلام يسيح من شدة الجو والعطش إلى أن نبع ماء زمزم من تحت قدميه الشريفتين وحيث الماء كانت الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي وجاءوا الناس والقبائل إلى ذلك المكان الطاهر المبارك واللي تواجد فيه الماء وكان يعني مكان زاخرا بالناس وعامر بحجاج بيت الله الحرام منذ ذلك المكان باعتبار أن الحج هو عبادة قادمة إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإلى لقاء قادم بحول الله عز وجل ترجمة نانسي قنقر